بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلاة و سلاما دائمين أتمين أكملين إلى يوم الدين على نبينا محمد و على آله و أصحابه و التابعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله أخواني الطلاب و أخواتي الطالبات في هذا الدرس الماتع بإذن الله جل وعلا و كيف لا يكونوا ماتعا و هو مع كلام الله عز وجل و مع الكراءات القرآنية التي نتفيأه خلالها و في ظلالها أصول رواية ورش عن نافع المدني و بإذن الله تعالى في هذا الدرس أستمتعوا إياكم كما هي العادة مع تطبيقات مهمة على الأصول التي تمت الدراسة لها و هذه الأصول كما شاهدتموها و تمرنتم عليها نريد بإذن الله تعالى أن نزداد في هذا الدرس قوة وتمكنا و تمهرا في هذه الأصول فكما تشاهدون عنوان الدرس نأتي إن شاء الله على بيان الأهداف التي نسمو و نرجو الله عز وجل أن تكون متحققة من خلال هذا العرض و هذا الدرس فأول هدف نسمو إليه هو أن نتمهر جميعا أنا و أنتم نتمهر في أصول رواية ورش لأن النظر في تطبيقات و إرادة الآيات و كذلك إرادة الأبيات من الشاطبية كل هذا يقوي عند المتلقي القوة في ضبط هذا الأصل المهم أيضا من الأهداف التي نسمو إليها جميعا من خلال هذا الدرس هو أن نتمكن جميعا من الوقوف على مذهب ورش من خلال أبيات الشاطبية يعني بمعنى آخر أننا نقرأ البيت من الشاطبية و نعرف الأصل الذي يريده الشاطبي رحمه الله تعالى و الرمز الذي يشير إلى ورش و كذلك الأصل الذي قرأ به ورش في هذا البيت أو في البيت الآخر هذا يعني ملخص أو هو الهدف الذي نسمو إليه بإذن الله تعالى من خلال هذا الدرس آتي و إياكم على التطبيق الأول كما تشاهدون معي في العرض نقرأ الآيات الكريمات من كتاب الله عز وجل و نراعي فيها مذهب ورش رحمه الله تعالى في الأصول الآتية عندنا أصول سبقا درسناها و تمخرنا فيها و كذلك أخذنا عليها تطبيقات نريد أن نقوي هذا الأمر عندنا أكثر و أكثر أصل من جامع عند ورش كذلك أصل هائل كناية عند ورش المد و القصر له كذلك الهمز المفرد الإظهار و الإضغام الهمزتان من كلمة الهمزتان من كلمتين كل هذه الأصول التي ترونها على الشاشة قد مضى بحمد الله تعالى دراستها و تم تطبيق عليها لكن نريد مزيدا من التطبيق على هذه الأصول و أنا و أنتم بإذن الله تعالى سنقف على هذه الأمثلة و نعرف من خلالها الأصل الذي في هذه الآية أو تلك و كيف قرأ ورش هذا الأصل نأتي على المثال الأول وهو قول الله جل وعلا نون و القلم و ما يسترون ما هو الأصل الذي يعنينا لورش في هذه الآية تلاحظون هو في باب الإضغام و الإظهار في باب إضغام و الإظهار أو الإضهار و الإضغام فنلاحظ أن ورشا له في هذه الآية وجهان له فيها وجهان إظهار و إضغام إظهار ماذا و إضغام ماذا بالطبع أنتم تعرفون أن الكلام على إضغام نون في الواو لأنه يقرأها نون والقلم يقرأها بوجهين الوجه الأول بإضغام النون من قوله نون في الواو التي في قوله والقلم فيقرأها نون والقلم طبعا المد هنا لا بد أن يكون مد لازما نون والقلم هكذا أو الوجه الثاني بالإظهار نون والقلم نون والقلم لاحظ أنني أظهرت نون والقلم إذن عرفنا في هذا المثال قراءة ورش أو مذهب ورش وهو متعلق بأصل الإظهار والإضغام نأتي إلى المثال الآخر الذي بعده وهو قول الله جل وعلا وخلقناكم أزواجا ما هو الأصل الذي نجده في هذه الآية لورش نجد أن في هذه الآية ميم جمع في قوله خلقناكم في قوله خلقناكم ما مذهب ورش في ميم الجمع تعرفون قول الشاطبي رحمه الله تعالى ومن قبل همز القطع صلها لورشهم إذن يقرأ ورش بالصلة وتعلمون مذهب ورش في المد والقصر وأن هذا من قبيل المد ماذا؟ من قبيل المد المنفصل من قبيل المد المنفصل المثال الذي بعده من هذه الأمثلة في قوله جل وعلا أأنذرتهم في أي أصل أو ما هو الأصل الذي نجده في هذه الآية لورش نجد أن هناك همزتان من كلمة أأنذرتهم همزتان مفتوحتان الهمزة الأولى والثانية كلتا هما مفتوحتان نأتي على مذهب ورش أو كيف قرأ ورش الهمزتين من كلمة عرفنا سابقا أنه إذا كانت الهمزتان مفتوحتان فإن لورش ماذا؟ فإن لورش مذهبين أو وجهين في الهمزة الثانية قلنا أن ورشا في الهمزة الأولى يقرأ بالتحقيق فخلافه هو في الهمزة الثانية فله فيها التسهيل بين 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 الألف وبين الهمزة وله وجه آخر وهو إبدال الهمزة الثانية ألفا مدية إذن نأتي بالوجه الأول لورش في هذه الآية أنذرتهم أنذرتهم هكذا فالأولى بالتحقيق آ والثانية بين الألف وبين الهمز أنذرتهم سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ أَنْذَرْتَهُمُ هذا هو وجه الأول الوجه الثاني كما قلنا يبدل الهمزة الثانية ألف مدية سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ أَنْذَرْتَهُمْ هكذا إذن هذا ما تعلق بهذا المثال نأتي إلى المثال الذي بعده في قوله جل وعلا في سورة يوسف فأكله الذئب فأكله الذئب نجد أن الأصل الذي في هذه الآية لوارش هو الهمز المفرد أين الهمز المفرد في قوله الذئب هذا مما استثني لوارش في الهمز المفرد لأنه مخالف لقاعدته في الهمز المفرد حيث أنه لا يبدل إلا ما كان فاء للكلمة وهنا الهمز في هذه الكلمة عين الكلمة إذن يقرأها فأكله الذئب فأكله الذئب بإبدال الهمزة ياءً نأتي إلى المثال الذي بعده في قول الله جل وعلا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا هنا لو لاحظتم معي إخواني الكرام من طلاب وطالبات أن في هذه الآية عندنا كلمتان الأولى آمنوا والثانية إيماناً نجد فيها ماذا؟ مد بدل مد بدل لماذا قلنا بدل؟ لأن الهمز سابق لحرف المد عكس المعتاد أن يأتي الهمز بعد حرف المد إذن مذهب ورش في المد البدل كما تعرفون هو أوجه ثلاثة إما بالقصر حركتين وإما بالتوسط أربع حركات وإما بالإشباع ست حركات نأتي بالأوجه الثلاثة وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا طبعاً هنا عندنا أيضاً لا ننسى المد المنفصل ما بين آمن وإيمان مد منفصل له الإشباع إذن الوجه الأول بقصر البدل والإشباع في منفصل وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا بالتوسط في البدل وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وجه الثالث بالإشباع في البدل وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا هكذا قرأ ورشف رحمه الله تعالى في هذا الموضع نأتي إلى المثال الذي بعده في قول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أأمنتم طبعاً عندنا هنا همزتان من كلمة وعندنا كذلك همزتان من كلمتين نأتي على أول الآية أآمنتم كما مر معنا في قوله أأنذرتهم فهو له وجهان في الثانية إما التسهيل آمنتم أو الإبدال آمنتم هكذا نأتي على الهمزتين من كلمتين نلاحظ أن الهمزة الأولى في السماء مكسورة والهمزة الثانية في أن مفتوحة فورش ما مذهبه في الهمزة الثانية مذهبها كما قال الشاطبي وتسهيل أخرى كلمتين بهمزة سماء يعني أهل سماء نافع من كثير وأبو عمر إذن نافع من رواته من ورش إذن يقرأ كيف؟ يقرأ بتسهيل الهمزة المكسورة بين الياء وبين الهمز هكذا يقرأ السماء طبعا لا يخفى عليكم أننا عندنا أيضا مد متصل في السماء وورش في المد المتصل يشبع السماء يحب معي أن السماء الهمزة الأولى بالتحقيق بالكسر ثم الثانية تكون بين بين السماء هكذا إذن هذا ما يتعلق بهذه الآية كذلك أيضا أن يخسف بكم الأرض لاحظ معي عندنا في الأرض أصل من أصول ورش وهو أصل النقل أصل النقل لماذا؟ لأن عندنا همز مفتوح قبله حرف ساكن في الأرض إذن أن يخسف بكم الأرض أن يخسف بكم الأرض ماذا فعلنا؟ نقلنا حركة الهمزة ويلفتح إلى الساكن قبلها اللام فقرأت قرناها هكذا أن يخسف بكم الأرض هكذا نأتي أحباء الكرام إلى آخر مثال في هذا العرض وهو قول الله تعالى قالوا أرجه وأخاه نلاحظ أن ورشا عنده فيها أصلان المد منفصل فيه قالوا أرجه وفيه هاء الكناية في قوله أرجه يقرأ ورش طبعا هنا بكسر الهاء في هاء الكناية من دون همز ويقرأ أيضا بالإشباع في مد المنفصل هكذا يقرأ قالوا أرجه وأخاه هكذا يقرأها ورش رحمه الله تعالى أنتقلوا أياكم إلى تطبيق أيضا مهم يقوي عندنا ضبط لأصول ورش رحمه الله تعالى عن نافع المدني فنأتي إلى هذا التطبيق وهو كما تشاهدون معنا نريد من هذا التطبيق أن نحدد الشاهد من الأبيات التي معنا والأصل الذي دل عليه لورش رحمه الله تعالى نأتي على أول بيت من هذه الأبيات قول الشاطبي ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعده لتكمله أين الشاهد من هذا البيت الدال على أصل من أصول ورش طبعا جميعا نتفق أن أول البيت وهو قول الشاطبي ومن قبل همز القطع صلها لورشهم هذا في أي أصل أيها الإخوة والأخوات طبعا نتفق جميعا أن هذا في أصل ميم الجمع في أصل ميم الجمع إذا جاء بعدها همز القطع فإن ورشا يصلها بميم لفظية مشبعة فإذن هذا هو الشاهد كما مر معنا في مثال السابق وخلقناكم أزواجا إذن هذا ما يتعلق به المثال الأول ننتقل البيت الثاني في قول الشاطبي ولم يصلها مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل وصل طبعا هذا البيت لو لاحظتم معي أنه ذكر أصلا عاما لكل الكراء بما فيهم ورش عن نافع في ماذا في هاء الكناية في هاء الكناية قال ولم يصلها مضمر قبل ساكن يعني إذا جاءت هاء الكناية قبل حرف ساكن فإن ورشا لا يصل لها لا يصل لها وإنما يقرأها من دون وصل وكذلك هنا أيضا هو متفق مع القراء جميعا في هاء الكناية قال وما قبله التحريك للكل وصل أنه يصل يصل هاء الكناية التي قبلها حرف متحرك قبلها حرف متحرك مثل قوله جل وعلا له ملك له ملك هكذا لكنه لا يشبع فيها وإنما صلة بدون بدون إشباع كما هو في هذا البيت الذي أمامنا أنتقلوا إياكم البيت الثالث في قول الشاطب رحمه الله تعالى وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سمى وبذات الفتح خلف لتجملة لاحظ معي أن هذا نريد أولا الشاهد الشاهد من الشاطبية والرمز الذي يرمز لورش في هذا البيت طبعا نتفق جميعا أنه في شاطر الأول من البيت وهو قول الشاطبي وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سمى يعني أن الأصل الذي يعنينا هنا هو الهمزتين من كلمة وأن ورشا يسهل الهمزة الثانية بدليل قول الشاطبي وتسهيل أخرى وأخرى المراد بها الهمزة الثانية التي في الكلمة الواحدة وعرفنا أن ورش له التسهيل من قول الشاطبي سمى لأن سمى يرمز إلى نافع وإلى أبي عمر وإلى كذلك بكثير ونعلم جميعا أن ورش يروي عن نافع المدني إذن هذا ما يتعلق بهذا البيت أيضا البيت الرابع نعرف من خلاله أصلا آخر من أصول ورش قال الشاطبي ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم ووالاه الضمير يرجع إلى السوسي لأنه تكلم عن السوسي فيما يتعلق في أصل الإبدال فقال ووالاه يعني والى السوسي ورش في بئر في بئر وفي بئس وفي الذئب ورش الكسائي فأبدل فهنا نجد أن البيت كله أتى على أصل ماذا؟ على أصل من أصول رواية ورش وهو ماذا؟ وهو الهنز المفرد نجد أن ورشا في هذه الكلمة الثلاث في كلمة بئر وكلمة بئس والذيب خالف أصله وهذا مما استثني عنده فيبدل الهمز بها ياء مع أنه لا يبدل إلا ما كان فاء للكلمة فيقرأ بير وبيس ويقرأ كذلك الذيب نأتي إلى البيت الذي بعده الخامس في قول الشاطبي رحمه الله تعالى وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا هنا نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أصل من أصول ورش وهو أصل النقل أصل النقل أي نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها فهنا قال وحرك لورش بيّن مذهب ورش في النقل وأنه يحرك أو ينقل حركة الهمز المتحرك إلى الساكن قبلها كما مر معنا قبل قليل في قوله تعالى الأرض هكذا هي الأرض فيبثى هو ينقل الفتحة التي على الهمزة ويجعلها على اللام وبالتالي تذهب الهمزة ولهذا قال وحذفه مسهلا ونختم هذه الأبيات التي هي تطبيق على مدرسة موه من أصول رواية ورش عن نافع بهذا البيت وهو قول الشاطبي ويا سين أظهر عن فتى حقه بدأ ونون ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا بمعنى أن ورشا قرأ في قول الله تعالى يا سين والقرآن بالإظهار يا سين والقرآن هكذا بالإظهار وأما في في نون في قول الله تعالى النون والقلم فإن له وجهان كما هو في هذا الشطر قال ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا يعني أن ورشا قرأ بالإظهار أظهر وقرأ فيه بالإضغام نون والقلم هذا الظهار والثانية نون والقلم وبهذا أحبت الكرام تبيننا أصول رواية ورش عن نافع المدني من خلال الأمثلة التي طرحناها عليكم ومن خلال كذلك الأبيات الشاطبية وإنما فعلت ذلك حتى يكون عندك أيها الطالب وعندك أيها الطالبة تمرس وتمهر في هذه الأصول ودربة بإذن الله فوصيتي لكم بالإكثار من النظر في كتاب الله عز وجل والتدرب على هذه الأصول بإذن الله تعالى يصبح الأمر سهلا ميسورا بإذن الله تعالى أسأل الله لي ولكم التوفيق والعانة والله تعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته